نهاردة في اليورو كان في مباراتين ألمانيا وسويسرا ألمانيا تعادلت في اللحظات الأخيرة مع سويسرا سويسرا كانت تقدمت عن طريق دان ندوي في ديئة 28 وبعد كده فولكرويج سجل هدف التعادل لألمانيا في ديئة 92 عشان تتصدر ألمانيا مجموعتها وسويسرا في المركز الثاني والاتنين دول بقى ودعوا الماجر واسكتلندا كان مباراة فوز للماجر بهدف دون راد كيفن سبوس سجل في ديئة 10 من الوقت المحتسب بدا من الضوء هدف حاسم جدا وهدف مسير جدا طيب فيش شهات لعطات حلوة كده بتحصل في اليورو عشان أف بس فكرة الكرة والرياضة والحياة بتبقى عاملة ازاي مشاهد الحلوة جيبنا لكم كده كان مشهد عشان تستمتعوا بالرياضة تستمتعوا بكرة القدم يعني مش عامل مقارنات ولا حاجة بسأولك ان الدنيا عايشة ازاي وإحنا فينا هتول يتصور يا جماعة ده كريسيانو هو بتصور سيلفي منظر حلو دخل الولد اقتحم الملعب فعايز تصور مع كريسيانو ناردو فكريسيانو ناردو واقف بتصور معه سيلفي وبياخده بالحضن المشهد التاني باتريس ايفرا لابس باتريس ايفرا طبعا نجم المنتخب الفرنسي السابق ومنتشاستي نايتد ويوفنتوس لابس الماسك اللي لابسه مبابيوه بيحلل الماتش يعني تضامنا مع اللاعب يعني بعد كده ده اللاعب الالباني جاسر أساني لابس جزمة عليها السوبر ماريو فاكين سوبر ماريو فيه سورة اللي جاي دي هتوضح اكتر فاكين اللعظة السوبر ماريو دي اه موضوع لازيز يعني ايه دي السورة اللي معنا السورة واضحة ايه منظر لازيز وجميل وداني حلوة نص مبسوطة نص بترعب كورة نص بتستمتع